أكد سعادة نائب أحمد صباح سلوم عضو لجنة أشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن المبادرات المتعلقة بزيادة الإرادات وخفض المصروفات العامة التي تم استعراضها اليوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تأتي في وقت مهم ومحوري من أجل مواصلات العمل على تحقيق أهداف المملكة التنموية والسير تجاه تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن بين الإرادات والمصروفات الحكومية وذلك بعد الإنعكاسات العالمية لجائحة فيروس كورونا وأشهد السلوم بما أبدته السلطة التنفيذية من تعاون دائم طوال جلسات المناقشات منوها بأن الخيار الأفضل من بين الخيارات المطروحة هو الذي يكون أثره أكبر في التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي مع مراعاة احتياجاتي وتطلعات المواطنين وأشار السلوم لأن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ستواصل العمل بالشراكة مع الحكومة على متابعة تنفيذ المبادرات بما يحقق التطلعات المنشودة والتي ينعكس أثرها على تطور وازدهار الوطن ونماء المواطن ترجمة نانسي قنقر